في هذا المكان الذي لا يصلح للحياة في الظرف الطبيعي تسكن عائلة بأكملها نازحة الموضوع ليس عملية نزوح بقدر ما هي عملية مريض تم إخراجه من المستشفى بعد أن تلقى العلاج هو مصاب إصابة في البطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي طبعا سنتعرف على كل تفاصيل إصابته لكن هذا المكان الذي يرقد فيه كان من المفترض أن يبقى هذا المصاب في المستشفى ولكن الازدحام في المستشفيات أدى إلى عملية إخراجه لمواصلة العلاج في هذا المكان هذا المكان لا يصلح للجلوس وليس للحياة هذا المكان لا يصلح للأصحاء في مبالكم المرضى هذا ما ترونه أمامكم شاب فلسطيني تعرض لإطلاق النيران قبل السلطات الاحتلال الإسرائيلي تم إخراجه طبعا يتم تركيب له أكياس كما ترون لقضاء الحاجة كما تعلمون حاجة البشر بشكل دائم المكان غير مناسب وإضافة لأنه المكان غير مناسب لا تتوفر فيه مقومات أن يتم علاج هذا الشخص خلينا نتعرف على والد هذا الشاب لنعرف هذه القصة قبل أن نتوجه إلى المصاب نفسه تحياتي السلام عليكم كيف حالك نتعرف عليك وليش أخوك بلا عسام بصل أبا محمد من وين نازح؟ من أسكر الشاطئ زمان لك نازحان؟ بجينا السنة تقريبا سنة شو قصت ابنك؟ قصته أنه صابوا في البطن في البطن صبتين غسولوا منه الأمعاء والآن يحتاج للعمليات للعمليات الجراحية وفيش أنه يطلع بر ولا إش وقاعد هايوه إذا ما أنتم شايفين قاعد على الأرض اللي بدو رعاية كاملة لا يقدر عليها طيب إيش الإحتياجاتكم أنتو فيما يتعلق بالعلاج لأنه طالما أنت خرجت من المستشفى فأنت مطالب بعلاج أو مواصلة آلية العلاج في هذا المكان إيش اللي بتستخدموا لعلاجهم؟ العلاج بدو أكياس مش متوفرة يعني الأكياس بغسولوا إياها يعني وبدو بغسولوا إياها باستمرار وفيش إلوه كياس بالمرة يعني كله بلازق عمصرين ومحتاج لأدواء وكل إشي يعني لكل إشي وبدو عمليات بره يعني هان بشعر فينا عملوا له العملية ويعني بدو بدو يطلع لبرة يعني يسافر لبرة عشان يعملوا له العملية فيش إلوه مستجزمات إلوه العملية الجراحية أنت كوالد أكيد بتعاني معه وبنا نشوف معاناة الوالدة كيف بتعاني مع ابنها من حيث توفير كل ما يلزمه سواء طعام أو شراب أو رعاية كيف بترعي والله كيف برعي في الوضع بالمرة يعني يعني أكل فيش إلوه أكل زي الناس اللي ولد يعني لولا من التكي الأكل لما بجيبه بيأكل زينا زيه اللي بنجيبه ولكياس بشلحه إياه بغسلهن وبعودة نشفهن وبلبسه إياهن يعني هذا الكيس اللي يفترضوا استخدم لمرة واحدة أنتو بتستخدمه أكتر مرة أنا أكتر من مرة أيام بقعد ثلاثة أيام أربع بس بلاقي يلزق عمصرانو الشاب يعني لو أتشوه أيام بطفع وعي هاي المشكلة المشكلة أنه أنتو محتاجين لعلاج ومحتاجين لأكياس اللي يعني تحولوا من خلالها تقوم بالواجب كما من الممكن أن يقام في المستشفى آه ياريت يا أخو إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله خلينا نيجي ل المصاب نفسه مرحب يا عمي أهلينا شو اسمك محمود محمود وين تصابت عمي في أي مكان على الواد واد غزة كنت ناوة تروح على الغزة ولا شو ولا بتطلع لأولاد لا كنا نروح آه وصدت بطلق فالقناط صرت طوح علينا كم رصاصة وصبت تنتين تنتين مباشرة تم نقلك للمستشفى قعدت يعني أنا جريت شو وقعد فاجة أحصانة جال أخذني جارني من إداي وأنا واقع يعني نراكبنيش على الكرة جار مع الخوف جارني زي الأحصانة أنا على الأرض كنت في الدعم والله والله طيب يعني حالة يعني حالة مركبة معقدة من الحالات المركبة المعقدة على مستوى قطاع غزة الذي تعرض لحرب الإبادة الجماعية منذ يعني ما يزيد عن العام طبعا هذه الحالة كما قلنا هذه الخيمة لا يعني لا يمكن أن يعيش فيها إنسان عادي غير مريض فما لكم إنسان يحتاج إلى رعاية صحية يحتاج إلى غذاء يحتاج إلى دواء هذا أمر يمر بالعديد من الجرحى الذين أجبروا أو اضطروا إلى الخروج من المستشفيات نديجة ازدحام بالمرضى والمصابين وبالتالي يتلقون علاجهم في هذا المكان غير الصالح للحياة الأدمية كان معكم خالد أبو زاهر من إحدى خيام النزحين بالزوائدة